اشتركوا في القناة الحقيقة أن ما نراه من مقاطع للفيديو والتسكيلات المختلفة التي يعاني من خلالها المسلمون اضطهاد وقتل وحرق واعتداء على المقدسات هو أمر حقيقي وواقعي وخصوصا في منطقة الشمال الشرقي من دلهي بالذات في الأماكن المختلطة الأحداث طبعا ليست مفاجأة الأحداث متوقعة وجاء ذلك نتيجة رفض المسلمين قانون الجنسية الهندي اللي يمنح الجنسية الهندية للاجئين من غير المسلمين من البلدان المحيطة في الهند وفسر المسلمون ذلك على استهداف لهم وأن هذا مقدم لتطبيق قانون آخر اللي هو الـ NRC اللي هو سجل الجنسية الوطني والذي يمكن أن يجرد الكثير من المسلمين من جنسيتهم ولذلك تظاهروا ضد هذا القانون في جميع أنحاء الهند وكان الهجم الشديد على المسلمين بالذات في هذه المنطقة التي ذكرناها وفي ظل حكومة البي جي بي التي يرأسها رئيس الوزراء مودي ووزير الداخلية هو أميتشا والآن هذه المخاطر التي يتوقعها المسلمون العديد منهم في الحقيقة تذكر العديدين بمجازر قجرات وخصصا أنه في تلك المرحلة أيضا كان يرأس الولاي مودي وكان من كبار مسؤولين أميتشا فيعتبروا أن هذه المرحلة هي عبارة عن مرحلة موسعة وكأن مرحلة قجرات كانت عبارة عن تمرين وأن اليوم المسلمون سيواجهون مجازر مروعة إذا كان ذهب مثلا ضحية مجازر قجرات آلاف عدة في اليوم هم يتخوفون من سقوط مئات الآلاف وربما الملايين وقد يؤدي ذلك إلى هجرة واسعة كما يرون واليوم في تخوف كبير أنه تمتد هذه الاعتداءات لتطال المسلمين في مناطق كثيرة في الهند وخصصا في الشمال وإن حصل ذلك وهو مرجح أن يحصل نتيجة تخاذل الشرطة وأجهزة الآمن وإنفاذ القانون عن حماية المسلمين كما صرح بذلك رئيسة المعارضة التي هي سونيا غاندي وبعض أعضاء البرلمان وكثير أيضا من الصحفيين وقيادات المسلمة إذا حصل ذلك معناته غالب الظن بأنه سيستتبع حالة تردد فعل من طرف المسلمين وخصصا أنه اليوم في الميدان ويقود الحراب هو الفئات الشبابية وليس الفئات التقليدية الزعمة التقليدية ما يعني أنه الأمور ممكن تتجه إلى مزيد من العنف خصصا إذا تبنى شباب المسلمين حالة عنفية ممكن تتطور إلى إرهاب وتفجيرات وغيره وهذا بدوره سيقوض الأمن بشكل واسع في الهند سيقوض الاقتصاد وممكن يؤدي إلى هجرات جماعية كبيرة خصا إلى دول الخليج وإذا علمنا أنه اليوم المسلمين تعدادهم في الهند ما لا يقل عن 200 مليون مسلم فإن حصل هجرة جماعية غالبا متضرر الأساسي منه سيكون الدول العربية وخصا دول الخليج لأنه باكستان لن تسمع لهجرات من هذا النوع أن تحصل وإن لم يحصل ذلك معنى ذلك أنه علاقة الهند بالعالم الإسلامي والدول العربية على وجه العموم راح تتأثر وسيكون هناك ردود فعل سلبية جدا باتجاه الهند طبعا وضع المسلمين في الهند هو وضع متآكل من ناحية النفوذ وذلك منذ الاستقلال بل قبل الاستقلال من بداية القرن العشرين تقريبا وليس في ظل حكومة البي جي بي فحسب يعني يكفي أن نعلم أنه المسلمين وإن كان نسبتهم الرسمية بحدود 15% من السكان وهم بقدروا أنفسهم بحدود 20% إلا أن حضورهم في البرلمان لا يتعدى 4.5% حضورهم في الوظائف الرسمية لا يتعدى 2.5% حضورهم في الشرطة وفي الجيش تقريبا 2% ضمن مدرأ أكبر 500 شركة هندية ما تعدى أكثر من 2.5% في التعليم العالي قريب من ذلك إذن هناك في حالة تآكل للدور وتراجع كبير جدا في شعور بالمظلومية وهذه المظلومية بالمناسبة موثقة بتقارير حكومية أشهرها تقرير القاضي ساشر الذي صدر في التسعينيات بناء على تكليف من رئيس الوزراء في ذلك الوقت بانموهان سينغ فاليوم الوضع في الهند ذاهب إلى غالبا الأسوأ إن لم تتراجع الحكومة عن قراراتها ومن غير المرجح أن تتراجع لأن هذه الحكومة تستند إلى أيديولوجيا صلبة أيديولوجيا يمينية تعتقد بأن الهند لازم تكون دولة هندوسية وأن المسلمين إذا أرادوا البقاء فيها فيجب إما أن يتحولوا إلى الهندوسية أو يتبنوا الثقافة الهندوسية أو إن رفض ذلك فعليهم أن يغادرواها إلى بلدان أخرى وأعتقد أنه ما دام أنه في ناس بتفكر بهذه الطريقة وعندها قدرة أنه يتغير الدستور ولها أغلبية في البرلمان بل استطاعت أن تغير التيار السياسي العام والذي كان ينظر إلى الهند على اعتبار أنها دولة ديمقراطية علمانية اليوم فيما يبدو من خلال الأصوات والانتخابات أن التيار والمزاج الشعبي العام توجه من يسار الوسط إلى أقصى اليمين ولذلك من المرجح بأن الأمور ستسوق وفي ظل غياب أي تأثير أو ضغط عربي أو إسلامي على الحكومة الهندية وأسأل الله سبحانه وتعالى السلام للجميع الهند بلد مهم جدا بالنسبة للعالم العربي والإسلامي لنا ارتباطات ثقافية واقتصادية وسياسية معه نتمنى أن ينعم بالرخاء والاستقرار وأن يسوده الطمأنينة وأن تعيش المكونات في الهند المكونات العرقية والدينية كما عاشت مئات من السنوات وآلاف من السنوات بسلام وأن ينعم الجميع بالإزدهار والرخاء هذا محدثكم محمد مكرم رئيس منتدى آسيا والشرق الأوسط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة